الجذور التاريخية لقانون لهالي أولا التغريم الجماعي المسئولية الجماعية الحلقة الخامسة عشر من سلسلة قانون لهالي وتأثيرات الارتصادية والاجتماعية على الجزائرين الجذور التاريخية لقانون لهالي ظهور قانون الانديجين مرتبط بتطور التشريع الاستماري وإذا ما تتبعنا تطور هذا التشريع فإننا نسجل إن أحتام هذا القانون بدأت فعليا مع عوامل جنرال بيجو إلى ضباط العسكرين الذين منحهم بمجابية صلاحيات مطلقة لمعاربة الجزائرين بسرعة وبتسوة منذ بداية الاحتلال منحت للقيادات العسكرية الصلاحية واسئة جدا خارج عن القضاء ومنه أعطت القاعدة الأساسية للتنظيم الأمن الاستماري وعليه فإن ظهور القانون مرتبط بظهور الاستمار في الجزائر بانتفاضة 1871 و 1881 ميلادي ولا تدعم ميمة بمرتدى طانون 1881 ميلادي في البلدية المختلطة التي كانت تغطي أكبر مساحا من الأراضي ويعيش في أغلب الشعب الجزائر المغلوب على أمره بحيث يحل الحاتم الإيدار منصب الطاضي وبذاية يزول الفص بين السلطات في جمهورية مونتيستيو وجون جاتروسو أما بلدية ذات الصلاحية التاملة فيتولى الطاضي صلح صلاحية الطاضي بدون نيتون إذاية الجزائر الضعيف حتى الاستعناف التغريم الجماعي المسؤولية الجماعية ومن الخطايا التي يمكن للوالي العام بعد مسادقة المجلس الحتومي لعلى أن يفرض على مجموعة طابلة ودشرة ودوار وتجر العمل منذ أوائل عهد الاحتلال بهذا التغريم المشتعة وأضع المايشال بيجو طراره في 2 جنفي 1844 ميلادي في تنظيم هذا النوم من التغريم الذي يصيب المذنب والباري معا في أيام الإمبراطور الثالث وقع إلغاء هذه الخطايا ثم وعيدت من بعد منشور وزاري صادر في 8 مارس 1859 ميلادي أما النص القانوني فهو يجعل العطوبة الجماعية خاصة بجريمة إحراط الغاب لكن مجلس الحتوم الأعلى ينفذها لجراء مخرى غير ذائقة بعدما ينظر في التطارير التي ترفعها إليه السلطة المحلية للإدارة ومصلحة المياه والغابات وبعد استمام ملاحظات ودفاع رؤاسات دواوير والقبائل وفي سنة 1871 ميلادي أخضعت عشاء القبائل المنتفضة ضد فرنسا لغرامة جماعية قدرها 63 مليون فرانج وقد اضطر التثيم من عجزوا عن دفعها إلى بيع مواشيهم وأراضيهم ونجوم عن ذايت إفطار ما سوي لستان هذه المنطقة وبعد ذايت بفترة وبموجب المدى 80 من طران الغابات المؤرخ في 21 فبراير 1903 ميلادي الذي يثبت الأحتام المخطورة تقرر أنه في أي أقليم مدنيا تانا معستريا وبصرف النظر عن الإدانات الفردية التي يتعرض لها متطيب الجنايات أو الجنح والمخالفات المتعلقة بحرائق الغابات أو شركائهم فإن الطبائل والدواور والأرسام قد تتعرض لغرامة جماعية وتسمح جريدة الجزائر الرسمية بالانتطال من الآليات العامة لطانون الغابات إلى ممارسة السلطات الاستعمارية فنكشف بذلك أن الستة وعشرون غرامة جماعية قد تم فرضها بين شهرين مارس وسبتمبر 1927 ميلادي على 54 مشتة أو طرية 11 دوارا وتتراوح المبالغ المفروضة من ضعف إلى ثمانية أضعاف مجموعة الضرائب غير المسددة وحينما لا يستطيع لها لدفع المبالغ التي تحددها مصالح المحافظة يلزمون بترديم ادعاءات عينية وبنسبة لسانت 1926 ميلادي كانت هذه الادعاءات تساوي 23500 فراند وبعد تسع سنوات لم يتطور الوضع إذ أن مارس فيولي قد لاحظ في مجلس الشيوخ إن المتابعات في المجال الغابي بقيت سارية مثل ما تثبت ذات بلدية خشل التي حرض ضد 40 ألف محضر مخالفة نجمت عنها ملايين الغرامات التي وطعت على رؤوس أناس لا يملتون شيئا إن الطانون في حال تطبيقه ضمان أتيد للأمن العمومي وتضعت هذا التطبيق نتائج جيدة في مناسبات عديدة المجنون وحده يطمح في إرسال فلاح يرفض الجري صوب غابة تحترق بالماء إلى المحتمى لمحاتمتي على العسيان أو يرغب في مطاضات خماسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحمد المجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحمد مجيد